بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين كل سنة وانتم طيبين شهر رمضان على الأبواب اللهم بلغنا رمضان وشهر رمضان هو شهر الصيام والقرآن وكتير مننا بيسعى وبيتسابق على ختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاث مرات خلال الشهر الكريم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فضائل القرآن الكريم وتعريف القرآن القرآن هو كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقراءته أفضل ما تحرك به اللسان وعن تعلم القرآن وتعليمه وقراءته فضاء الكثيرة أجر تعليمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن أجر قراءته قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها وفضل تعليم القرآن وحفظه والمهارة بقراءته قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة والقرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعهد وهو عليه شديد فله أجران يعني إحنا نقرأ القرآن حتى لو إن إحنا قراءتنا مش مهرة بيها قوي ربنا برضو أمرنا إن إحنا برضو نقرأ القرآن ونبع عليه الصلاة والسلام ووصانا برضو بالقراءة حتى لو إن إحنا مش مهرة بيه قوي ولينا برضو أجر وثواب ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخرة آية تقرأها وجاء في الأثر أن عدد آية القرآن على قدر درج الجنة فيقال للقارئ ارقف الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آية القرآن فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة وأجر من تعلم ولده القرآن قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى ولداه حلتين لا يقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسبنا هذه فيقال بأخذي ولدكم القرآن وعن شفاعة القرآن لأصحابه في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وعن أجر من اجتمعوا لتلواته ودرأ والتدارسه قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منانهم فأنا أتمنى إن احنا إن شاء الله نواظب على قراءة القرآن مش في شهر رمضان وبس لكن كمان على طول السنة عشان يعملنا الخير والبركة طول السنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر